السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من قناة مهندس كارباء محترف لو مهتم بالاضاءة عموما واضاءة الليد بشكل خاص مايفوتكش الفيديو ده ونبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل مع بعض قراءة وفهم المواصفات الفنية المكتوبة على علبة اللمبة واللي بدأناها في الفيديو اللي فات وكنا توقفنا عند الفوتومتريك كود واللي بيتكون من 6 ارقام وفي حالة اللمبة اللي معنا هنا بيساوي 865 على 779 التمانية بتعبر عن CRI لللمبة او Color Rendering Index اللي هو امانة اظهار او نقل الالوان والقيم اللي ممكن ياخدها CRI في الفوتومتريك كود بتكون كالاتي 6 وده بيعبر عن CRI ضعيف 7 بيعبر عن CRI متوسط 8 بيعبر عن CRI جيد 9 بيعبر عن CRI ممتاز وقيم CRI المناظرة لكل رقم زي ما هو باين معنا في الجدول والخمسة وستين بتعبر عن CRI لللمبة او Color Temperature اللي هي درجة حرارة اللون ولكن مقسومة عالمية وفي حالة اللمبة اللي معنا هنا بتساوي 6500 كيلفن اما بالنسبة للرقمين الرابع والخامس فكل منهم بيعبر عن درجة تناسق اللون الخارج من اللمبة مع بعضه الرابع عند بداية تشغيل اللمبة والخامس عند 25% من العمر الافتراضي لللمبة بما لا يتجاوز 6000 ساعة تشغيل والموضوع ده ليه حكاية مرتبطة شوية بانتاج الليدات لان الشركات المنتجة للليدات اللي بتمثل المكون الاساسي لللمبات الليد من الصعب جدا والمكلف جدا انها تزود الشركات المصنعة اللمبات الليد بلدات متطبقة في درجة لون اضائتها بنسبة 100% فبتعمل حاجة اسمها الليد بيننج يعني ايه الكلام ده يعني بتعمل فرز لهذه الليدات حسب درجة لون الاضاءة الناتج من كل لد والفرز ده بيتم وفقا لدرجات الوان معروفة باسم مك آدم إليبسيز نسبة الى العالم ديفيد مك آدم واللي كان متخصص في علم الالوان وبيتم على درجات 3 و 5 و 7 و اكبر من 7 وكل ما كان الرقم اصغر دل لذلك على تقارب اكبر في درجة لون الاضاءة لمجموعة الليدات الناتجة عن عملية الفرز بحيث ان العين البشرية ما تقدرش تلاحظ اي فرق في درجة اللون الناتجة من اللمبة الليد المصنوعة من هذه الليدات وكل ما كان الرقم اكبر فده بيديني دلالة على تباين او اختلاف اكبر في درجة لون الاضاءة لمجموعة الليدات الناتجة عن عملية الفرز واللي ممكن يؤدي الى ظهور عيوب في لون الاضاءة وخاصة في التطبيقات اللي بتحتاج الى دقة في اختيار لون الاضاءة زي المتاحف والمعارض الفنية وبالنسبة لللمبة اللي معنا هنا درجة تناسق اللون الخارج منها مع بعضه سبعة عند بداية تشغيل اللمبة وسبعة عند 25% من العمر الافتراضي لللمبة بما لا يتجاوز 6000 ساعة تشغيل اما الرقم السادس والاخير في الفوتومتريك كود فبيعبر عن قيمة اليومن مينتنانس وهو النسبة بين قيمة الفيد الضوئي لللمبة بعد انقضاء 25% من عمرها الافتراضي بما لا يتجاوز 6000 ساعة تشغيل وقيمة الفيد الضوئي اللي ابتدائية واللي بتنتجها اللمبة عند بداية تشغيلها وفي حالة اللمبة اللي معنا الرقم 9 بيعني نسبة اكبر من او تساوي 90% في الحفاظ على شدة الاضاءة الناتجة من اللمبة بعد انقضاء ربع عمرها الافتراضي وهي نسبة تعتبر ممتازة نيجي للنقطة الاخيرة في الفيديو بتاعنا وهي بطاقة كفاءة الطاقة للمصابيح واللي بتظهر معنا على جنب اخر من علبة اللمبة ومكتوب عليها EOS وده طبعا اختصار Egyptian Organization for Standards and Quality او الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وبنلاقيها متقسمة الى فئات بتبتدي تصعوديا من تحت الفوق من حرف ال-E اللي بيمثل اقل فئة الى حرف ال-A ثم ال-A بلاس ثم ال-A بلاس بلاس واللي بيمثل اعلى فئة وفي حالة اللمبة اللي معانا بنجد انها بتندرك تحت الفئة A بلاس طب ازاي بيتم تحديد فئة كفاءة الطاقة اللي بتندرك تحتها اللمبات الليد الكلام ده بيتحدد عن طريق العلاقات الرياضية الاتية درجة كفاءة الطاقة او Energy Efficiency Index بتساوي ال-P-Corrected على ال-P-Reference حيث ان ال-P-Corrected هي ببساطة القدرة الكهربية الدخلة لللمبة وبتساوي القيمة الاسمية لقدرة اللمبة او ال-Nominal Power مع الاخذ في الاعتبار اذا كانت دايرة تشغيل اللمبة LED او LED Driver او LED Adapter مدمج في اللمبة او خارجي ومنفصل عنها ففي حالة LED Driver او LED Adapter مدمج في اللمبة فال-P-Corrected هتساوي القيمة الاسمية لقدرة اللمبة او ال-Nominal Power وفي حالة LED Driver او LED Adapter منفصل عن اللمبة فال-P-Corrected هتساوي القدرة المقننة لللدات LED Rated Power مضروبة في 1 و 1 من 10 وبالنسبة لل-P-Reference فهي ببساطة في صورة ضوء ودي لها حالتين الحالة الاولى لو قيمة الفيد الضوئي لللمبة اليوميناس فلاكس اكبر او يساوي 1300 اليومي فال-P-Reference هتساوي قيمة الفيد الضوئي لللمبة مضروبة في 0.07341 والحالة التانية لو قيمة الفيد الضوئي لللمبة اليوميناس فلاكس ازغر او يساوي 1300 اليومي فال-P-Reference هتساوي 88 من 100 مضروبة في الجزر التربيعي لقيمة الفيد زائد 49 من ألف مضروب في قيمة الفيد الضوئي لللمبة إذن بنقسم البيي كوريكتد على البيي ريفرانس وبنقارن النتائج بالقيم الموضحة في الجدول الآتي وبناء عليه بنحدد درجة كفاءة الطاقة أو الانيرجي افشنسي اندكس طيب بالنسبة لللمبة اللي معانا الليد درايفر أو الليد ادابتر مضمج فيه اللمبة فالبيي كوريكتد هتساوي القيمة الاسمية لقدرة اللمبة أو النومينال باور بتساوي 9 وط وبما ان قيمة الفيد الضوئي لللمبة الليوميناس فلاكس بتساوي 900 ليومين يعني اصغر من 1200 ليومين فالبيي ريفرانس هتساوي 88 من 100 في الجزر التربيعي لقيمة الفيد الضوئي لللمبة زائد 49 من 1000 في قيمة الفيد الضوئي لللمبة بيساوي 88 من 100 في جزر 900 زائد 49 من 1000 في 900 بيساوي 26.4 من 10 زائد 44.1 من 10 يعني 70.5 وط إذن درجة كفاءة الطاقة أو الـ Energy Efficiency Index بتساوي الـ P-Corrected على الـ P-Reference بتساوي 9 على 70.5 يعني تقريبا 13 من 100 بنقارن القيمة دي بالقيم الموجودة تحت الـ Non-Directional Lamps أو المصابيح ذات الإضاءة غير الموجهة في الجدول فبنلاقيها وقع في الرنج ما بين 11 من 100 و 17 من 100 اللي هو مكافئ لدرجة كفاءة الطاقة Energy Efficiency Index A+. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا فيديوهاتنا الجديدة نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته